السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا متابعين الكرام عبر قناتنا إذن متابعي جديد حوال التقص على المناطق الجزائرية وكل المناطق العربية بحول الله تعالى هناك أمور مبشرة إن شاء الله وتغيرات بحول الله تعالى خاصة على المناطق دولة الجزائر ودولة تونس إن شاء الله يبدأ من الثامن والتاسع عشر من شهر فيفري قبل التفصيل متابعين الكرام نذكر أن كل شيء بيد الله وكل شيء يسيره الله سبحانه وتعالى متابعين الكرام هذه فقط مجرد توقعات لما تشير إليه الخرائط متابعين الكرام للأيام القليلة القادمة إذن إن شاء الله فقط لنتفائل خير متابعين الكرام كثر من الدعاء والاستغفار لعل الله يغير أمر متابعين الكرام إذن سنفصل في النموذجين النموذج الفرنسي والنموذج الألماني متابعين الكرام للمدى البعيد إن شاء الله فقط إن شاء الله تصيب هذه النماذج بدعائكم متابعين الكرام إذن بعد سيطرة المرتفع الأزوري لأيام القليلة القادمة على المناطق الجزائرية ودولة المغرب هناك فقط بعض الأمطار نتيجة اثراب أطلسي متابعين الكرام سيشمل المناطق الغربية والسوحل الوسطى بدرجة أقل المناطق الشرقية إذن هذا الاثراب سيكون ابتداء من السبت والأحد الثامن والتاسع عشر الثامن عفوا والتاسع من شهر فيفري بحول الله تعالى لتبقى الأجواء تقريبا حارة نسبيا ومشمسة ومستقرة متابعين الكرام على باقي المناطق الجزائرية الأخرى إلى غاية منتصف هذا شهر منتصف شهر فيفري بحول الله تعالى هناك تغيرات متابعين الكرام تشير إليها النماذج بحول الله تعالى ابتداء من الثامن عشر والتاسع عشر من شهر فيفري وكما نشاهد معكم في الصورة هنا الثراب سيكون قوي على المناطق السحلية الوسطى والشرقية بحول الله تعالى سيعطينا أمطار وثلوش حسب ما تشير إليه النماذج متابعين الكرام وهنا كما نشاهد معكم في الصورة على جزائر ودولة تونس كما قلنا هذا ابتداء من الثامن عشر والتاسع عشر من شهر فيفري سيدوم لعدة أيام بحول الله تعالى وتعود أجوال باردة الشتوية إلى المناطق الجزائرية هذا النماذج الألماني متابعين الكرام الآن سنتحول إلى النماذج الفرنسي وما يشير إليه إذن نعودنا إليكم من جديد متابعين الكرام وهذا النماذج الفرنسي وكما نشاهد معكم في الصورة للمدى البعيد إن شاء الله فقط تعودنا أن المدى البعيد هو غير ثابت لكن متابعين الكرام حتى نضعكم في الصورة ويبقى العلم لله وكل شيء بيد الله إذن نكثر من الاستغفار والدعاء متابعين الكرام إن شاء الله فقط تثبت هذه التحديثات وتتغير على المناطق الجزائرية إذن كما نشاهد هنا معكم في الصورة هذا الإضطراب الذي سينزل على المناطق الجزائرية والدولة تونس سيشمل المناطق الغربية الوسطى والشرقية بأمطار غزيرة أيضا ومعتبرة ابتداء من التاسع عشر من شهر فيفري بحول الله تعالى سيدوم لعدة أيام إذن كما نشاهد هنا معكم في الصورة متابعين كرام ومتشئي للنماذج هذا الإضطراب باللون الأزرق والأخضر سيعطينا أمطار غزيرة وثلوج بحول الله تعالى على المرتفعات هنا نتابع أكثر قوة على المناطق الجزائرية الشرقية ودولة تونس إن شاء الله فقد تصيب هذه النماذج متابعين كرام وهذه التوقعات إذن كل الخير نتمنى لجميع كل الصحة والعافية سنوفيكم إن شاء الله بالجديد في قادم الأيام بحول الله تعالى وبخصوص هذا الإضطراب إن شاء الله إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته